قضايا تهريب بالجملة تتعامل معها وبشكل يومي كوادر دائرة الجمارك الأردنية ومكافعة التهريب فجزء منها يضبط ويتخذ بها الإجراءات القانونية اللازمة وجزء آخر يدخل وبطرق غير قانونية ومحترفة دخان المهرب موجود في السوق المحلي لكنه مش بكثافة السنوات الماضية لسه الناس تيجب تطلب الدخان المهرب لأنه متأكدين أنه لسه موجود في السوق المحلي رغم ذلك أنه عارفين سعره أكثر من سعر الدخان الأردني وموجود وإلو رغبة أكثر من الدخان الأردني كوادر دائرة الجمارك خلال النصف الأول من العام الحالي ضبطت نحو ستة ملايين وأربعمائة حبة كيبتاجون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف علبة سقائر وخمسة كيلو جرامات من مادة الجوكر وخمسمائة وتسعة وخمسين كف حشيش وضبطت الدائرة أيضا نحو ستة وعشرين قطعة مختلفة من الأسلحة فجميع هذه الضبطيات يتم التعامل معها إما بإطلافها أو بإعادة تصديرها أو طرحها بالمزاد العلني كلا حسب نوعية الضبطية أكثر من مائة مليون دينار انخفاض الإيرادات الضريبية في شهور الخمسة الأولى من العام الحالي جراء تهريب مادتي سقال الإلكترونية والدخان وفقا للتصريحات الحكومية والسؤال هنا كم وصل حجم خسال الاقتصاد الأردني جراء عمليات التهريب كافة الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك الأردنية تشير إلى أن عدد قضايا التهريب التي تعاملت معها دائرة الجمارك خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 3600 قضية بمجموع غرامات تصل إلى 16 مليون دينار فلا يوجد أي تقديرات أو دراسات تبين كم يخسر الاقتصاد الأردني من عمليات التهريب سنويا رداد القرار للمملكة عمان